النهاردة عاوز أتكلم في أول حاجة حابب أتكلم فيها مع حضراتكم وهو النادي الأهلي كيان النادي الأهلي النادي الأهلي ده الاسم نفسه فخامة كبيرة جداً الاسم يكفي أن الأهلي حكاية مصرية هو فعلاً حكاية مصرية شعبية جمايرية بنحب بنحكيها كل شوية لأن بجد النادي الأهلي بفرحنا وفعلاً هو مصدر السعادة أنا بتكلم على النادي اللي أنا تربيت فيه وطلعت منه ولعبت فيه وعيشت بين جدرانه وعلى ملاعبه ما لعبتتش في النادي الأهلي وفعلاً ولقيته يعني النادي الأهلي كلمة أهلي دي نفسها دي فرحة والله العظيم ما ببالغ كلمة النادي الأهلي دي فرحة والأهلي هظل كبير زي ما قلت لكم كتير قبل كده والنادي الأهلي ده اسم كبير وقبل كده قلت لكم الأهلي ده يمرض لكن لا يموت وهيفضل طول عمر النادي لدينا دكيان صحيح سنة 22 كان فيه صعوبات كتيرة ويمكن احنا عشناها مع بعض والصعوبات ديت يعني مش عارز بقى افكر في الماضي انا افكر في اللي جاي النادي الاهلي رجع النادي الاهلي رجع بكل قوة فيه كان فيه ناس بتلعب ضد النادي الاهلي في الاتحاد الكورة وفي الحكام وكامنا اه كان بيحصل بيحصل ولو حصل حاجة تانية هقول وهقول بالأسامي انا ما بخافش غير من اللي خلقني مش اقول حاجة تانية اه كان فيه صعوبات والصعوبات دي الصعوبات كانت كبيرة وفي نفس الوقت احنا كنا وحشين اه احنا كنا وحشين لان كان من غير جزء 3 سنين و4 النادي الاهلي بيلعب خلال 6 شهور النادي الاهلي حقق فيهم 6 بطولات واللعيبة قاعدت 3 سنين مفيش راحة وفي نفس الوقت كان الاتحاد الكورة والناس كلها بتضغط على النادي الاهلي دي صالح مين الله اعلم بس كنا كنا عارفين اللي بيحصل ده والصعوبات دي كانت كبيرة وبعدين يعني احنا مكناش بنبص للكلام ده خالص وكنا بننتظر الفرصة عشان نرجع تاني من جديد وشوفنا النادي الاهلي لما فاء وتخلص من الاجهات بعد ما قرر زي ما وطلقوا قبل كده ان النادي الاهلي خد قرار وكان قرار حكيم جدا ان في نهاية الموسم السنة اللي فاتت ريح معظم اللعيبة الكبيرة وفضل يلعب باللعيبة الناشئين منهم اللي ظهر ومنهم اللي راح اعاره ومنهم ومنهم وانتوا شفتوا السنة دي لان اقول لكم على مدار 3 سنين اللعيبة استوت لان اللعيبة دي مش قالة للقالة حتى لازم تستريع نعم ده بشر البشر ده ليه وقت معين لازم ياخد فيه راحة ولعبوها ست شهور اقول لها حقاوة ست بطولات اللي قالك النادي الاهلي ماخدش حاجة السنة اللي فات لا النادي الاهلي واخد ست بطولات نرجع احنا خسرنا اتنين دوري وكاس انما رجع النادي الاهلي بكاس السوبر بقول لكم النادي الاهلي بيمرض ولا يموت ودايما يا اهلي في العلالة ورجع النادي الاهلي بمنتهى القوة وكان العين الاماراتية شهد على العودة بفوز كبير ومستحق لبطولة السوبر المصري اللي حقاقها النادي الاهلي وزي ما قلت لكم النادي الاهلي رجع وجماهيره موجودة وراه مش جماهيره بقى هترجع تقول لا ده النادي الاهلي رجع بفضل جماهيره اللي كان بتروح وراء الماتشات وعارفة انهم بلعبوا بنشير وممكن يخسر وممكن يتعادل ومش هيشوفوا اداء ولا شوفوا اي حاجة لكن الجمهير كانت موجودة مع النادي الاهلي تعالوا شوفوا مع بعض الاهداف والفرحة اللي حققها نجومنا اللي بعض ناس قلت لك ده كل دول لازم يبطلوا لا الناس دي رجع تاني وخدت راحتها مع جهاز فني وهنتكلم عليه